أحمد علوي إيه؟ نكتك وإيه؟ إيش مصدقة؟ أنا شفت صورة أحمد علوي في الكرايف حقيقي أنت تشبه له حايل في حاجة؟ أنت أحمد علوي بالضبط أيوة أنا فعلا بس ولا كلمة هو، هو بعينه، بعبطه، هايفته والغباوه اللي طبعه معانيه ادي له الدور يا أستاذ راضي خلاص خلاص الأستاذ هو اللي حيعمل الدور الشبه كبير بينك وبينه بس أنت ألطف ألطف بكتير هو ده متقيل قوي ده مؤهد اتفدى له دي فكرتك عن أحمد علوي؟ دي فكر دي الناس كلها بيقولوا عنه إيه؟ إنسان تافى مغرور وعلشان كده مش عاجبك؟ هو حرف تصرفاته طبعاً لكن واحد زيه كان قدر يسعت الناس بفلوسه بيتقري إيه؟ مذاكر آه تمثيل؟ لا لا تيني انت طالبة في الجامعة كمان؟ مش معقول مش معقول ليه؟ إزاي بتقدر تعمل المجهود ده كله؟ الجامعة والبروفات والمذاكرة ليه كل ده؟ أصلي محبش أضيع وقتي في الفاضي أيوة بس مش طول الوقت أحب استفيد من كل لحظة في حياتي لازم أتعلم علشان أفهم الحقيقة؟ مدهش لأول مرة في حياتي أقابل إنسانة مكافحة زيك لا فيه كتير قوي ملايين الناس كل إنسان بيكافح بطريقة معينة انت نفسك لو تفكر في حياتك هتلاقيها كلها كفاح انت بقى لك كتير خالي شغل لا أبدا بس يعني أسفل لكلمتك بحاجة شخصية بس لحظت عليك إنك بتحاول تبين إنك مش محتاج للشغل يا سلام انت بتفهميها وهي طايرة انت يا أستاذ انت أخينا نعم كرني النقابة كرني ايه؟ ايه تبش مشارك في النقابة؟ ما قدش الشغل إزاي؟ مش عارف ممكن يشتغل هاوي حاضر اسمك يا أستاذ ايه مش عارف اسمك؟ لا أصلا اسمي يعني بايخ شوية بدايق الناس بيخوفهم ليه اسمك عشماوي؟ بالضبط أحمد عشماوي أحمد عشماوي خفيف قهوة على المشنقة قصلي بصراحة عمري ما طلعت على المسرح قبل كده لا ما هو بايف ممكن تساعديني؟ أمثل إزاي؟ أهم حاجة في الممثل إنه يدرس ويفهم الشخصية اللي حيمثلها كويس قوي إنت درست شخصية أحمد عالوي؟ أنا؟ أيوة شوية أنا أعرف عنه حاجات كتير هو عشان غني فاكر أن يقدر يشتري كل حاجة بفلوسه ما هي فعلا الفلوس بتشتري كل حاجة؟ معادة البنى قدمين ما تقدرش تشتري الناس بالفلوس لكن اللي أنا أعرفه عن أحمد عالوي إنه بيوصل لأي بنت بفلوسه أنت باين عليك لسه خام ما عرفتش ولا بنت في حياتك لكن إزاي يعني عرفتي إن أنا خام؟ باين علي؟ لما جيت تكلمني كنت متردد شوية ده مظبوط وده شعور طبيعي رايح تكلم بنت الأول مرة ما انتش عارف إذا كنت هتستلطفك ولا لأ؟ تمام لكن أخينا ده اللي اسم أحمد عالوي لما بيكلم بنت بيبقى فاهم إنها هتركعله لأن لها الشرف إنها تعرف لكن إيه اللي بيخلي أخينا ده يفكر بالطريقة دي؟ الفلوس طبعاً أنت عشان تفهم شخصية أحمد عالوي افتكر المثل اللي بيقول الفلوس مع التيوس أول ما توقف على المسرح تنسى نفسك خالص وتتخيل إنك أحمد عالوي وتفضل تقول لنفسك أنا تيس مع فلوس أنا تيس مع فلوس يلا قول قامل بروفاك لا 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 أنت غلطان يا عمد موزيل برافو هايل هو إيه اللي هايل؟ بتتكلم زي ما تكون مليونير زي يا عمد عالوي تمام مرسي متشكر يا عمد موزيل فايزة يا عمد موزيل فايزة أنا فعلاً استفدت منك كتير ويهمني قاعد معاتي أطول وقت ممكن عشان يعني أعرف منك كل حاجة نقصاني ممكن نتعش سوى اللي لدي؟ لا اللي لدي مش ممكن إن عندي مذاكرة كتير وعندي متحان بكرة شكراً